مخالفات بالجملة حضراتكم متابعين وحضراتكم شايفين وحضراتكم سمعتوا وبنعيد ونزيد ليه احنا متدايقين من اتحاد الكورة وبالمناسبة انا كنت عايزة اتكلم في القصة دي مبارح بس انا عارف اللي انتو كنتو متنرفزين ومتدايقين من اللي بيحصل في اتحاد الكورة او اللي انتو سمعينه او اللي انتو شايفينه عشان قلت مش هكمل عليكم يعني مش لازم كل الناس توقع تتكلمكم في حاجة هي بصراحة لازم نتكلم عنها انا بصراحة عادت افكر لا لازم اتكلم يعني لازم اتكلم يعني انا مش قادر انا كمان في الديق والنرفزة والعصبية والواحد عايش فيه انه يقول انه يعدي الموضوع ده وما يتكلمش فيه لا ما انا مضطر اعمل زي الناس ما كلنا متدايقين ما انا ما اتدايقناش ان نشوف ما العام ممكن يبقى فيه مخالفات يبقى احنا ما منحسش ببلدنا ومنحبش بلدنا اللي بيحصل في اتحاد الكورة بحسب ما هو يتم التحقيق فيه الان انه هناك مخالفات مالية كثيرة في اتحاد الكورة انا شخصيا ما بتهمش اي حد انا معرفش ده تحيات وتحياتها تحصل من مجلس النواب كمان وامور كتيرة انا مليش فيها يعني انا مليش ان انا اتدخل في فكرة مين فاسد او مين مخالف او مين عامل مشكلة ما معرفش دي تحيات ممكن تحيات في النهاية تنتهي باي شيء انا ما اقدرش اتكلم ولكن اتحاد الكورة فيه مخالفات فيه مخالفات واحدة من المخالفات دايت انه كان فيه مخالفات مالية طبعا كثيرة وكان فيه تقاعص من مسؤول الجابلاية عن تزديد بعض الضرائب لفترة طويلة طبعا وكمان ما كانش فيه تسوية انا هقول لكم ايهافة عندي دي كتير كمان ما فيش تسوية لبعض الامور المالية الخاصة ببطولة كأس الامر الافريقية 2019 في مصر طيب عشان النقطة دي حراركم اكيد سمعتوها كتير بس ممكن محدش يعني فاهمها لكم اوي فيه وديها هلالكم من الكواليس يعني فيه دايما البطولة الافريقية او كأس الامر الافريقية هي بطولة ملكا للكاف ارباحها ملكا للكاف وتعطي نسب للدول التي تستضيف بطولة كأس الامر الافريقية تمام؟ فيه حاجتين مهمين في القصة دي اول حاجة انه مصر ارباحها من البطولة دي كانت شبه ارباح الجابون في بطولة 2017 يعني مصر في 2017-19 ارباحها زي ارباح الجابون في 2017 بس في الجابون اخدوا بالكم الارباح دي بتيجي منين؟ من البس التلفزيوني انه بتيجي من البيع التذاكر فانت بتتكلم في بطولة افريقيا في 2017 كانت من 16 منتخب جابت نفس ارباح بطولة مصر 2019 ب24 منتخب في بطولة مصر كان فيها 24 منتخب مشارف كأس الامر الافريقية عكس البطولة المضاية اللي كانت في الجابون في 2017 كانت في الجابون ونفس الارباح طيب عشان تسوي امورك المالية مع الكاف الكاف عشان يديك فلوسك او ارباحك بتعمل ايه؟ بتسوي فواتيرك بتسوي اوراقك عشان تديها للكاف فيقولك اتفضل ارباحك اهي من بطولة كأس الامر الافريقية ده الكلام ده كان امتى من 2019؟ احنا كام دلوقتي 2021؟ هل قدمنا اوراقنا او قدمنا فواترنا للكاف عشان يبدأ يدينا ارباحنا؟ ده ما حصلش ليه؟ الله وقام اشتركوا في القناة